بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غضر الصلاة وأتموا التسليم على سيدنا محمد الصادق وعد الثمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ونقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً سهلاً يا رب العالمين صل اللهم على سيدنا محمدك وعلى آله وصحبه وسلم أجد دعانا بك ربك إلى مولانا والحمد لله رب العالمين نعم تحضر صليم بسم الله الله السابع والعشرون الفضل من الفضاءة وهي الغربة والنجافة السابع والعشرون النظر بشي تكمل على مادة النظر نعم التي فيها قط ومشارك نعم النظر بمعنى وهي بعين وقص أو بعين قلبي وقع في كتاب الله تعالى في 84 موقع أولا وأنتم تنظرون نعم بالبقار فآخرها أفلا ينظرون إلى الدب بالغاشر وليس منه نظرة النائم وليس منه نظرة النائم بالمطففين ولا طارن نظرة وسرورا بالإنسان ووجوه من يومئذ الناظرة للقيامة بل هو فيها دفاة الساقطة لأنه من النظارة أي الحسن والإطارة لأنه من النظارة أي الحسن والإطارة بمعنى ومنها قوله بمعنى الحسن والإطارة نعم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم نظرة نظرة الله أمرأ مرأ سمع سمع مقالتي فأداها كما سمعها ولذلك أشار بقوله وجميع النظر وجميع النظر إلا بويل هلوى نظرة إلا إلا بويل هلوى نظرة والإستثناء مقدم وقيد ناظرة بقوله وقيد ناظرة وقيد ناظرة بقوله أولى لأن الثانية بالله بمعنى راهية ومشاهدة نعم نعم طيب هذه الفائدة نطلقكم على نرجع العبارة التي قرأتها هنا قال البحث السابع والعشرون في مادة النظر بمعنى الرؤية ما يقصد بالنظر يقصد بها الرؤية بعين الوقس أو بعين بعين القلب يعني رؤية قلبية أو رؤية بصرية معنى النظر قال هذه الكلمة وقعت في كتاب الله تعالى يعني ذكرت في كتاب الله تعالى في أربعة والمانين مرضعا يعني أربعة والمانين مرضع مكررة بحدة من السور القرآنية ذكرت هذه اللخظة اللخظة ماذا؟ النظر نعم أولها وأنتم تنظرون بصرحة الله هذه أولها نعم وآخرها أفلا ينظرون إليه إليه هذه بصورة القراشية نعم قال وليس منه يعني ليس من هذه المادة مادة نظرة نقدرة النعيم كلمة نقدرة النعيم ليست من مادة نظرة أولا لأن نظرة النعيم هذه ضاد ضاد غير مشابه بينما نحن نبحث بكلمة نظرة التي بمعناها كما خسرها الرؤية البصرية أو قلبية نعم فقال وليس منه نظرة النعيم بسورة المترففين نظرة النعيم ونظرة نظرة وسرورا بسورة الإنسان نعم ضاد ضاد هذه ضاد ضاد مشابه موسخة مشالة لا غلط إذا مشالة غلط هو قال ليس منه يعني ليس من لفظة النعيم لفظ نظرة النعيم إذا مخطوطة ألف إشار مشالة هذه خطأ مطبعي نعم قال وليس منه نظرة النعيم بسورة المترففين كذلك ليس منه يعني من هذه المادة ولقى هذه تنبيه هذه الحقيقة يعني ينبه كذلك قال ليس منه ولقى نظرة وسرورا بسورة الإنسان كذلك ليس منه وجوه يومئذ ناطرة هذه بسورة القيامة قال بل هو فيها بالضاد الساقطة شعر الساقطة التي سقطت منه المريف المشابه يعني الضاد المؤمنة هي مش مؤمنة إذا قلنا مؤمنة يعني بدون نقطة إذا قال مؤمنة يعني المؤمنة مش منقطة وإذا قال معجمة يعني منقطة وإذا قال ساقطة يعني ضادت وليست فار إنما ضاد وليست ضار وليست فار فار التي ليس على يهرف اسمها ضاد والتي عليها ألف اسمها ضاء بالهمس قال هنا بل هو فيها بالضاد الساقطة لأنه من النضارة يعني هذه الآيات الكلمات التي ساقر في سياق آيات الكلمات قال هي من النضارة بمعنى الحسن والإضاءة الحسن والإضاءة وجوه يومئذ ناضرة يعني حسنة ومضارة يعني نورا كما يقال قال ومنها من هذه الكلمات قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأا سمع ما قالته فوعاها فأداها كما سمعها هذا حديث صحيح رواه إمام بخاري ورواه إمام مسلم ورواه أصحاب الكتب الست نعم هذا حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء لكل لطالب العلم نضر هذا جاء هذا الحديث بسياق الدعاء يدره النبي صلى الله عليه وسلم لكل طالب علم أراد أن يطلب العلم لله تعالى فقال نضر الله كأنه قال الله ما يعني نور بصره وبصيرته نور بصره وبصيرة كل من أراد أو سلك طريقا يلتمس فيه علما نعم ولذلك جاء هذا القديس السائل لماذا ساق هذا الحديث ما الشاهد فيه ما الشاهد فيه أن كلمة نقدار هذه من النظار وليست وليست من النظر التي بمعناها الرؤية البصرية أو المطلبية نعم ولذلك أشار بقوله وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والاستثناء منقطع إلا هذا مش مرسول الاستثناء إنما هو منقطع نعم هذه مسألة دعوية نعم وقيد ناظرة بقوله ويقول لأن الثانية بالضاء بمعنى رائية ومشاهدة إذا بالضاء بمشاهدة بمعنى النظر نقصد بها نعم كم الأخير رفو الثامن فائدة فائدة قال الإسقاطي مادة النظر والانتظار والإنظار متحدة في أصل النغة والاختلاف إنما هو بحسب الأبواب وإنما ضاير مصنف بينها لنه واحد نعم شو قال هنا في هذه الفائدة قال الإسقاطي أحد العلماء قال مادة النظر يعني إذا فتحت على هذه المادة في قاموس من قاموس اللغة العربية مثلا كتاب ثم ديسان العرب أو كتاب المصباح المدير أو مختار الصحاح إذا فتحت تريد أن تفهم معنى هذه الكلمة فتجد أول كلمة نوم ثم ضا ثم را ناظر فقال هذه المادة بحد ذاتها نغرة هو شيء جميع أنواعها الصافية نغرة والتغرة وأغذرة فهي التحدة في الكلمات في حيث الكلام نفس الحروف هذا مع المتحدة تسميه ولكنها تختلف في المعنى يعني في النغرة غير قنظرة غير يعني نفس الحروف نعم ولكنها ليست مستفقة في المعنى هذا معنى الكلام قال المتحدة في أصل اللغة والاختلاف إنما هو بحسب أكواب وإنما غاير المصنف بينها للذيطاح يعني المصنف غاير بينها وباعد بينها ليش من أجل ما هذا قال حتى يوضح أن هذه الكلمة ليست بمعنى تلك الكلمة كل كلمة لها معنى خاص وإن كانت متفقة في الحروف نعم أنت كمال أخي الثامن والعشرون أيها الغير نحن أخذنا السابع والعشرون اللي هو بادة النظر دعوها تنضل في الثامن والعشرين أو الثامن والعشرون ماذا قال الغير الغير هكذا نقرعوها الغير الغير لا بندها بساجل الغير الغير تمام وهو شدة الغضبين نعم وضع في الثلاثة وعشرون ثلاثة عشر موضع نعم قلها قوله تعالى عضوا عليكم الأنابل من الغير عضوا عليكم الأنابل من الغير قلها عضوا عليكم الأنابل من الغير نعم وآخرها تكاد تميّس من الغير وآخرها تكاد تميّس من الغير من الغير بين الضار نحن الشاهد في الضار وكنت أنت من الغير نعم تكاد تميّس من الغير نعم بالملك سوة الملك لا نفط الرعد من قوله تعالى وَمَا تَغِيْقُ الْأَرْحَامِ أيوه نعم 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 وَمَا تَوَسْوَهَا إِلَى غَيْرِكِمَا نعم إلى النقطة في برقعة نعم أخوانا الكرام بالنسبة إلى الثامن والعشرون قال مادة الغير نحن نتكلم 27 على النظر وهي كل الكلمات التي يتكلم عليها فيها مادة في حرف ماذا؟ باب الضاءات حرف الضاء نعم فقال الغير نعم قال هو شدة من الغضب إنسان صاحب غير يعني غضبه شديد نعم شديد في حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس الشديد بالسرعة أو بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الهضب نعم فهذا الغير قال وقع في ثلاثة في ثلاثة عشر موضعات في ثلاثة عشر موضعات في القرآن الكريم ذكرت هذه الكلمة نعم قال أولها قوله تعالى بسرعة آل إحرام طبعا عبدوا عليكم الأمام من الغير هذه الكلمة الغير نعم ربما الإنسان إذا باد الغيره إلى كلمة عبده ومشهل الشاهد الشاهد في كلمة الغير نعم من الغير في آل إحرام وآخرها تكاد تميز من الغير بسرعة الملك ثم جاء جاء تنبيهات صغيرة حتى بنبديها طالب العلم أن هذه الكلمات التي ذكرت في سورة الرعد وفي سورة كذلك نعم قال هنا نعم قال لا نفض الرعد من قوله تعالى وما تغيط الأرحام نعم هذه اللفقة ليست مريها الشاهد من الشاهدين على الكلمة يعني موش معنات هذه الكلمة لا تتفيد معنى الغضب نعم وما تغيط الأرحام ولا نفض الرعد من قوله تعالى وغيط الماء فإنهما بالطاط لكونهما من الغير من الغير بمعنى ماذا بمعنى النقص ماذا ولهذا قال هو ماذا والغير للعدي ويكون القاصرة القاصرة علينا لا تتجاوثها إلى غيرنا هذه الكلمة الغير لا ليست بمعنى كما بكنات في سورة جهود وغيط الأرحام لا تتجاوز لها نعم ثم قال التاسع والعشرون الحظ بمعنى النصيب الحظ الحظ ظهر بمشطات لذلك تسمعنا هي الحظ الحظ بمعنى النصيب جاء منهم في القرآن العظيم سبعة مواقع أولاها ألا يجعلهم حقا في الآخرة حظا في ألا يجعل لهم حقا لا 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 تقول حقا أنت ناقضت كلام المصنف حظا مش حقا حظا هذه الغارة مشالة عليها أليف نعم ألا يجعل لهم حقا في الآخرة حسنت في الآخرة نعم وآخرها إلا نحق من عظيم مثل الصلة نعم وأما كان بمعنى الحظ فهو منطاد وقع في ثلاثة مواقع ولا يحب على طعام مسكين هذا الموضع الأول نعم الحظ لا 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 حظ وأما إن كان بمعنى الحظ بمعنى الحظ مش الحظ إذا كانت كلمة بمعنى الحظ مثل قوله تعالى ولا يحضوا على الطعام ما معنى ولا يحضوا ولا يحظوا يعني من الحظ تشجيع الناس على إقعام الطعام نعم وهو الحظ نعم كم الأمو فهو منطاد وقع في ثلاثة مواطع نعم من ثلاثة مواطع مواطع نعم ولا يحب على طعام مسكين هذا الموضع الأول نعم والماعون نعم ولا تحضون على طعام مسكين ولا تحضون كذلك المنظر الثاني انتي هذا لأنه مطبوع في الشام فكاسبين ولا تحضون لليويت حفص نعم في عين طبعا تحضونها لليويت نافع كله مش قل فقط نافع كله نعم ولذا قال والحب للحب على الطعام كيوه ولذا قال يعني قال ابن الجزلي في يعني القصيدة بدأ قال عيدا والحب للحب على الطعام هكذا والحب للحب على الطعام محسنت نعم طيب نرجعنا عبارة نقرأها نخونا نعيد نقرأها قال التاسع والعشرون الحف بمعنى النصيب جاء منهم في القرآن العظيم سبعة مواضع أولها ألا يجعل لهم حظا في الآبرة هذه بسورة ألي عبارة نعم وهو بمعنى الحف بمعنى النصيب نعم كذلك آخرها إلا ذو حظ عظيم بسورة ماذا لفصلت وأما إن كان بمعنى الحف فهو إذا بالمعنى الحف فهو بمضاد بالضاد وقع في ثلاثة مواضع ولا يحض على طعام المسكين هذا الموضع الأول بسورة الحقة والمعون ولا يحضون على طعام المسكين بسورة الفتر ولذا قال والحفظ للحفظ على الطعام ولا يحضون على طعام المسكين ولا تحضون ولا تحضون بسورة بولد حفظ تحضون تام ولا يحضون تام ولا تحضون بالغطاب نعم تحضون تام أيوة لا ما في قرد يوجب القرد بالغرب ولا يحضون في المتنية نعم نعم بفجر بفجر وتأكلون التراغ أكلا لما وتطبون وتحبون المال حب الجمة قبلها 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 على كل نزلية تتصدح مش مش كنا ما في مش هشكايب يعني هذا إذا كان بالغيبة أو بالخطاب تتصدح ولا تحضون نعم ولا تحضون ولا تحضون هذه النافعة قالوا الممرش لكن يؤيت عاصم تحاب المت مع المتل إذا نسير نعم ولذا قال والحب للحب على الطعام في سنة الجزرية ثم قال الثلاثون نعم الثلاثون بغانين 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 الثلاث مش مشالة عندك طيب الثلاث بغانين تمام لسورة التكوير نعم لقوله تعالى وما هو على ضيب بغانين نعم في قراءة من قرأ بالله نعم وذلك أن القراءة اختلفوا فيه نعم ابن كثير مكي يعني وابو عمر وابو عمر عمر يعني البصري ابو عمر البصري والمكثير من المكي والكسائي كامسي وكسائي قرأوه بمعنى متهم بمعنى متهم نعم وما هو على الغيب بضمين بمعنى بمتهم نعم ولهذا قال وفي ضانين انخلاف من سامين ايوه نعم في كلمة ضانين فيها خلاف منهم من قرأها بطاة ومنهم من قرأها البطاة فهذا الخلاف سامين يعني مذكور في كتب المطولات نعم أي عالم أشهر والله أعلم والله سبحانه وتعالى أعلم نعم فجميع الألفاظ الواردة في القرآن العظيم بالضاء المشالة ثمانمائة وخمسة وأربعون 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 وقال هنا فجميع الألفاظ الواردة في القرآن الكريم بالضاء المشالة المفروض إذا باللغة العربية ليست لا تبتغون بهذه الكيفية تقول نعم خمس واربعون وثمانين هكذا باللغة العربية قال فإن قلت كمّل يعني 845 ذكر الكلمة فإن قلت قال الشيخ النوري إن أصول الله ستة وثلاثون والناظي معدها ثلاثين فهذا تنافئ تنافئ يمسد يعني تنافئ نعم لا تنافئ بين كلام الشيخين نعم وذلك لأن الناظي ما أدرجت قلة في الظلي كما صرح به ابنه بعد طاهرة نفظا واحدا وهو يأتي لمعاني ستة كما مره ولذا عدها ثلاثين بخلاف الشيخ النوري فإنه جعلت قلة أصلا مستقلا كما جعل رضية معاني طاهرا نعم وصولا مستقلا فعلى هذا صارت الوصول قاعدة ستة وثلاثين كما قال فتأمل كما قالت فتأمل يعني تلازعها وتأملها يعني شيئا فسيئا حتى حتى تفهمها وتعلمها نعم أنه في الخلاف قد يقول قاه الهديفا قال فإن قلت قال فإن قلت يعني قال الشيخ النوري إن أصول الظاهات ست وثلاثون والناظم عدها ثلاثين عدها ثلاثين معدهش ستة يعني فما فرق بين ستة وثلاثين ثلاثين فما فرق ستة طيب وين شارت هالستة هذه أين ذهبت قال فهذا تنافل قلت لا تنافي بين كلام الشيخين وذلك لأن الناظمة يعني ابن الجزري أدرج ظلة في الظل بالكسر الظلة في الظل كما صارح به ابن ابن الجزري وعد ظاهر وعد ظاهر لفظا واحدا يعني كلمة ظاهر حتى لفظة واحدة وهو يأتي لمعانا ستة للأصل ليسيش واحدة يعني نفس الشيخ كانت هي عدها مرة واحدة أو ذكرتها بستة معاني صارت يا عمد إما تقول ثلاثين أو ستة وثلاثين نعم كما مر ولذا عدها ثلاثين بخلال الشيخ النوري فإنه فإنه جعل جعل غلت أصلا مستقلة كما جعل بقية معاني ظاهر أصول أصولا مستقلة فعلى هذا صارت أصول الظاهات ستة وثلاثين كما قال فتأمم ثم قال فصل بل وصل في وجوب بيان الضاه من الضاء والأكتران عند ماذا عند الاكتران يعني عندما تكون مجتمع معلاته نعم نعم كما سنين قراء العموان وطار نعم فصلوا في وجوب بيان الضاء من الضاء ونحوه ما عند الاكتران وإن تلاقي عندما ينازم أنقف بطرك لعب الطالب نعم وافطر مع وعفط مع أفض وزطر وافطر مع وعفط لا مش وف وابطر وافطر مع وعفط مع وعفط مع مع وعفط مع أفض نعم وصفيها جباههم عليه نعم نعم أيها عليهم قالوا إنت ما قيالبيان لازم أنقف ظهرك يعبد الظالم واضطر مع وعفط مع أفض وصفها جباه عليهم هكذا تقارب نعم يعني يعني أن الضال وضاء إذا تلاقيا كم نعم في سورة الشافي أو فصلي نحو في سورة نية والشاح أم قضى ظهرك نعم أم قضى ظهرك في سورة الشاف نعم أو فصلي نعم يعني مفصولة نحو ماذا نحو نعم نعم في الفرقان لألا يخطيطك حلوما بالآخرين نعم بأن يبدل الفرقان للطالح بالطاقي أو العكس فيفسد المعنى فيفسد المعنى فيفسد المعنى يفسد الطارق المعنى إما أن تقول يفسد يعني يفسد الطارق المعنى أو يفسد المعنى المعنى يصل ماذا لا معرف المعنى شيخ براهير لا يفسد المعنى يفسد المعنى فاعل واذا قلنا يفسد المعنى سيد مفهول به مش نافع يفسد فاعل مستطر يفسد القارئ يفسد القارئ المعنى فالقارئ يصبح ماذا يعرفه ذاعل والمعنى مفهول به منصوب علامة نصده الفتحة المقدرة على آخره منع مظهورها التعذر نعم لأنه ألف تعذر نعم كم من سيدين فتبتل تبتل به الصلاة كما هو سيدين يا زماعة الكرام تبتل به الصلاة شوف فما بلك من يقول ولفظالين ما رأيك؟ الفاتحة عندنا من أنتو عندنا من أنتو لا تفسد إذا قال ولفظالين طيب إذا قال ولفظالين صحيحة الصلاة صحيحة وإذا قال ولفظالين صلاة صحيحة مع الكراهة إذا وجد غيره كراهة مع وجود غيره صلاة صحيحة نعم تصبح مكروهة إذا وجد غيره وغيره وقعه يعني وقع في الكراهة وإذا ما شكور به يدقي صلاة صحيحة صحيحة ما شاء الله والله هذه مسألة تحتاج إلى تدقيب المراجعة إذا هو يقرأ الآيات هذه أنقضى ظهرك هذه ليست بصورة الفاتحة هذه بصورة الشرح ومع هذا ماذا يقول الشيخ توليسي موجه دمشقي حتى تقول هذا يا جاي بن شرقي نحن ومتوتها نسا مرابا ما شكوره هذا ابن الموجه توليسي ماذا يقول فتبتل به الصلاة هذه آية آية بعد الفاتحة ما حك اطلاعه الصورة بعد الفاتحة المالكيين إتي إتي شيخ حاطم سنة يعني اطلاعه الصورة صحيح سنة أو آية أو صورة صغيرة أو تطويلة بعد الفاتحة سنة، ومع حكم الفاتحة؟ مالكية أردنا بالوجوف؟ بالوجوف، يعني الواجب قريب من الفرد يعني مش الفرق من الواجب والفرد، يعني أمر بسيط المهم يعني واجبة هكذا أو لا؟ طيب، إذا قرأ سورة أو آية بعد الواجب جاء السنة، وأخطأ في السنة لماذا أفتر الشيخ ابن يانوشا بالبطلة؟ نعم في المدهب السادة الشافعية المدهب الشافعية هو يقول المدهب الشافعية نعم، أما في المدهب المالكي نصح ده صح، لنك الكراءة الكراءة إذا وجده معنا غير ما عليش ينقون الضار مثلا؟ نعم وجاب واحد ينقون، كانوا يجينا ما خير، مين ينقضوه؟ بطوفوه كان ما يخليش كم ينقضوه؟ نعم، المدهب الشافعية نعم، المدهب الشافعية نحن نحكم، كمثلة نحكم نحكم طيب، كم نزدي؟ فتبطر به صلاة كما هو مدهب السادة الشافعية ومنهم النظر يعني منهم النظر هو شافعي المذب نعم وقول لنا مذب المالكي نعم، في قول مذب المالكي نعم، وقول لنا مذب المالكي نعم، ووجهه أن نحو قوله تعالى ولا اضطالين في سورة الفاتحة نعم، وذلك مراد الله عز وجده ايوه إذا المراد يضبع لني والله أعلم أن ما صار بل منظوب عليهم اليهود بقوله تعالى في اليهود قوما تنظف الله عليه في سورة المجادلة بقوله تعالى في اليهود قوما تنظف الله عليه قوما ولا قوم قوما 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 وفي النصارى ولا تتبعوا أهواء قومي قد ضلوا من قد ايوه طيب، نرجع عن عيد الحبارة قال يعني أن الطاد ورضاء إذا تلاقيا بأن لم يفصل بينهما فاصل في اللفق فبيانهما نازم سواء لم يفصل بينهما فاصل في الخط نحو أنقضى ظهرك هنا ما الشيء في هذا أنقضى ظهرك لم يفصل بينهما فاصل أنقضى ظهر أنقضى ظهر فليس فاصل بينهما فاصل نعم كيف يكون الفاصل؟ بحرف أو حرفين بفاصل هنا لا يوجد حرف ولا حرفين بعد الضاد مباشرة جاءت حرفه الضاء نعم لذلك قال زواب لم يفصل بينهما فاصل في الخط نحو أنقضى ظهرك أو فصل نحو يا عبد الظالم أين الفاصل؟ الألف واللاف بتاع الظالم نعم يا عبد الظالم لأن لا يختلط أحدهما بالآخرين نعم بأن شنية عندكم الكلمة؟ مطموسة هذه الكلمة عندنا لا يختلط يبدل يبدل عندي يبدل التي اختلطها يعني يبدل لبس الشيء قال بأن يبدل الضاد بالضاء نعم يعني في عوض ينطق الضاد ينطق ماذا؟ حرف الضاء التي عليها أليم أو العكس في عوض يقول الضاء يقول الضاء نعم أفلا ينظرون كثير من الرا يقول أفلا ينظرون ما هي اللغة التي قلتها الآن؟ ضاد ضاد وهذا غلط غلط فاحش هذا نحن أفلا ينظرون إلى الإب كيف خلقت الصواب أفلا ينظرون إلى الإب نعم أو العكس قال قال فيفسده المعنى المعنى يفسد إذا قلت ينظرون أيضا إلى ربها ناظرة قول وجون يومئذن ناظرة إلى ربها ناظرة مثلا صغير المعنى نعم قال فتبتل به الصلاة كما هو نذهب السادة الشافعية ومنهم النعظم لهو الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى وقول لنا في المذهب المالكي يعني يوجد قول المذهب المالكي بهذا الحكم نعم قال ووجهه أن نحو قوله تعالى وَلَمْ ضَالِّينَ إن قرأ بالضاد المشالة كان معناه الدائمين وهو غير مراد الله تعالى كما هو غين وإذا قرأ بالضاد الساقطة كما هو الصواب كان معناه المائلين عن الهدى وطريق الحق وذلك مراد الله عز وجل إذ مراد بالضالين والله أعلم النصارى وَبِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الْيَهُودَ لقوله تعالى في الْيَهُودَ مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي النَّصَارَى انتم كاتبين قول غضب الله عليهم قوماً 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 نعم عندي من غضب الله عليهم من غضب الله عليهم ثم راجعاً إن شاء الله ثم قال وَفِي النَّصَارَى وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِهَا قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِهُ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلِهُ أَدْغَ مَدْتَالِ فِي الْظَاطِ قَدْ قَدْ ضَلُوا قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلِهُ نعم كم من الأخير؟ نعم ايه قال في قول هذا المالكي قول يوجد قول واحد لكن المفدى به أن الصلاة صحيحة مع الكرار تصح الصلاة مع الكرار وعلى فكرة الإمام الشافري دقيق جداً في إحكام الصلاة عنده دقة عظيمة جداً خاصة في سورة الفاتحة يوجد أربعة عشر شدة أربعة عشر شدة يجب على القارئ أن يأتي بها فإن اختل بواحدة من هذه الشدات الأربعة عشر بطلت صلاة ما رأيكم دون رضمين؟ هذا من نسبة للمذب الإمام الشافري محمد الله تعالى شكراً 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 وَهُمَ الْإِدَى الظَّاطِ وَذَلِكَ لَا يَلُوْزُ مَعَ بَلَانٍ بَاطِمٍ مِنْتَأِ فِيهِ أَوَعُوْتَ في الشعارة يعني إذا في سورة الشعارة سواره أَوَعُوْتَ أَوَعُوْتَ نعم يعني يبين التاء من الظَّاطِ كذلك يبين أَوَعُوْتَ مثلاً أَوَعُوْتَ يبين الظَّاطَ لأن أقرب الشيء إلى التاء عند التفريم التفريم هي الطاءة فيقول سواء علينا أَوَعَضَ التاء نعم فيقلب الظَّاط المشال إلى طاء حق طاء نعم لأن لا يقرب من الإطرام مع بيان الظَّاط من التاء في قوله تعالى فإذا أَفَا كُمْ كَذَلِكَ أَفَا حُشْ أَفَا لأكثر الناس المفرار يقلب الفاء كذلك إلى التفريم في حين أن حرف الفاء حرف الفاء يكون منفتحاً ومرققاً فاء يقول فإذا فاء فإذا أَفاء أَفَا 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 فمن لم يعتني ببيانها فإما أن يبتلها قال من لم يعتني ببيان الضغط يعني إما أن يبتلها أو يضغمها وهو لا يشعر طبعا وهو لا يشعر شابها وهو لا يشعر بالطالب فإن كان متعمدا يحرم يا جماعة يحرم قال وهو لا يشعر بذلك قال ثم أمر بتسفية الها كذلك صف الها أنا دائما لما يقرأون أقول لهم صف الها صف الها الحرف الها أكثر الناس يغلطها بماذا يقول يغلطها بخيشونه يقول الله مؤحدة نعم يقول له صف الها الله نعم هكذا قال ثم أمر بتسفية الها أي بإخلاصها لأنها حرف خفي خفي على ما مرت من أن الها موصوفة بصفات الضعف فينبغي الحرص على بيانها سواء تكرر نحو جباههم نعم أو لم تتكرر نحو عليهم عليهم يقول عليهم هم هم هذا الصوت هو هذا صوت مش وإنما يشركه معه يغلطه معه حرفه تصير مخلوطة أنا دائما أكثر الناس ينتلم بها بهذه الكلفية فأقل له صفي حرف الها لأن حرف الها خاصة إذا كان ساكنا صير ضعيف كيف نشكر ضعف هذا الحرف بالأمس مثل ماذا إيهدينا شوف إيهدينا هكذا إيهدينا إيهدينا الصين وهكذا نعم قال سواء تكررت له أولا تتكرر نحو عليهم وفي البيت الأول حذف حذف ماذا حذف الفاء الجزاء ضرورة والأصل فالبيان لازم يعني هذا الحذف كان ضرورة في البيت على حد قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها نعم مفهوم مفهوم الدرس هذا هو يعني إخواننا يعني الكلمات خاصة الأطفاءات التي لكرناها بالدرس الماضي وكملناها اليوم هذه يعني تحتاج إلى تشجير طبعا لتشجير يعني يعني واحد يبينه بنفسه في البيت يشجرها يعني الضرآت التي ذكرت في كلمة ظلم والكلمات الأخرى وحتى تكون معه من شكل واضح وملخص في فكري وفي عقلي نعم يعني والتنوين باب المين باب ما تقول باب المين والمون المشددين والساكنين والتنوين أو تقول باب المين والمون المشددين والساكنين والتنوين هذا عنوان بعض جديد هذا قال وأظهر الغنة من درن وهو مني من إذا ما شدده نعم يكفرون إن شاء الله والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نبدأ رباد النيل وترسل كل الدرس